طيب نتكلم الحين عن الفيلتر ماثد هذا الماثد بنسمه فيلتر راح اسوي تصفية لي العناصر بحيث ان احنا راح نشغل على مصفوفة يرجع لي مصفوفة جديدة تحت ويبس على العناصر اللي انجحت في الفريدياكت اللي احنا مقدمينه كاكلوجر تمام فا اي ثنك انو اورادي فاهمينا شفنا في اه شابتر السابقة بس الان لو فرضا كنت انا بغى سوي فيلتر بس العدادة الزوجية تمام فراح نجي نقول اه نمبرز ان ادي الماثد الماثد اللي اهو فيلتر نعطيه الكلوجر تمام كثير شفنا تمام لاحظوا الكلوجر استقل البرامترو في طابع انتهي ويرجع بوليوم فاحنا راح نقول له مثلا اه ريترن مثلا فرض لو كنت حابب العداد الاكبر مثلا من ثلاثة بس فراح يجيب لي مصفوفة مثلا هادى نسميها مثلا نوعري اي اسم انتم تبغونه اوكي اه بتكون بس اربعة خمسة ستة لانه احنا سوينا التصفية تمام لو فرضا كنت حابب العداد الزوجية اوكي اه مثلا تساوي اثنين اه سوري مودل اثنين تساوي زيرو اوكي فراح يجيب لي اثنين اربعة ستة وهكذا تمام اذا الفلتر جاهز دايركت يعني ترسله عندك وتبدأ تستخدمها على عناصر المصفوفة تمام اه مو بس على الارقام يعني يعني اي مصفوفة كانت يعني بالامكان استخدامها على اي شيء كان اوبجيكتس اه سترنجز وتيفر اي شيء قرائز تمام فهذه طريقة استخدامها اكيد ان شاء الله في التشابتز الجاية راح تاجع كثير ورح نستخدمها كثير يعني في التتوريال وفي اللابس ايضا راح تشوفوا انتمارين كثيرة على الفلتر